موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم خير وعدنا لكم أنا والسيدة كوثر اليوعان حياة شرراح يا هلا فيك إنتي قلت تحتين عن الرواد في الحلقة اللي فاتت من سيدات فاضلات أثروا 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 الكويت في عطاءاتهم أنا عندي بنتقل مكان ثاني إنتي بعد التخرج اشتغلت على طول في الحكومة صح؟ نعم ما الفرق بين عملت في الحكومة وبعدين لما تركت الحكومة؟ ما الفارق؟ هل أنت دخلت الحكومة فقط للتمريل مثلا؟ أشوف طبعا عملي أو نشاطي الاجتماعي من بداياتي وكبر شوي شوي إلى أن القاهرة دخلت رابطة الطلبة بالانتخاب فأيضا زاد أكثر من دوري في العمل نقول نسمي النقابي احتكاكي وأنا بالرابطة مع شخصيات كانت كبيرة سواء كانت كويتية أو كانت عربية يعني كثير كانوا من الطلبة الكويتين في ذاك الوقت من يعيد السنوات ليس بسبب الكسل وإنما كانت القاهرة هي منبع بنارة لجميع العرب فبالتالي أنشطة للأدوار التي تكون فأيضا يعني دخولي في العمل النقابي من خلال الرابطة وتعرفي أي أكثر عن قرب على أفكار نقول الجماعات المتنوعة الموجودة في القاهرة العربية أيضا عطاني مثل ما تقول دور أكثر وفهم أكثر للأوضاع نقول السياسية نقول شب السياسية في نفس الوقت في ذاك الوقت كنت أنا أكتب بعض المقالات وأرسلها إلى جريدة الهدف وأنا كنت في القاهرة لما تقول لي تخرجت إذن لا بد أن يكون في أمل حكومي يعني أن المحامات أقدر أمارسها بطريقة أو بأخرى أن يكون كعملي كقانوني كنت مترددة بين الفتوى والتشريع وبين الخارجية داخلي يميل إلى الخارجية الفتوى يعني نصيحة من مجاميع بعض المجاميع أن تكون في الفتوى لكن الحقيقة كان دعم من خالي الله يرحمه عبداللطيف سليمان الإبراهيم أني أتجه أيضا إلى الخارجية يعني أن يكون فأتفكرت على الله والتحقت بالإدارة القانونية وكنت أول قانونية بوزارة الخارجية وظلت فيها لشغفي بالعمل القانوني السياسي القانوني الدولي فبالتالي يعني العمل في الوزارة الخارجية لا بد أن أذكر بكل أمانة أن أعطاني أيضا ثقافة أخرى ثقافة متينة كيفية التعامل بالرسائل كيفية التعامل مع الشخصيات طبعا العربية وغير العربية اللي بيسميها بالدول ماسية كنت أشارك أيضا وأمثل الكويت في مؤتمرات عديدة ومؤتمرات أيضا إنسانية اللي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيب أو المواضيع التي تتعلق باتفاقيات دولية اللي هي أيضا طابع شوي السياسي فكنت أحضر اجتماعات الجامعة العربية فيما فيها أيضا لجنة تعديل المثاق بمعنى يعني اكتسبت في الوزارة ثقة المسؤولين لكن في نفس الوقت ما أخذت حقوقي يعني واجبي كنت أدي على أكمل وجه بالدليل أنه يعني مساهماتي في المؤتمرات ومشاركاتي في المذكرات والدراسات اللي أنا أباشر من تلقاء نفسه ويمكن الزملاء اللي كانوا معاي بالخارجية يذكرون هذا جيدا ليس فقط من كان معاي في الإدارة القانونية وإنما أيضا من كان في الإدارة السياسية والإدارة الاقتصادية ما أنسى الحقيقة دور المرحوم الأستاذ فيصل المطوع كان وكيل وزارة الخارجية بالنيابة فعادة يعني هذه أنت تقول لي ليش أيضا نوع من المسؤولية أكثر أول كنت باحثة ثم رئيسة الشؤون الدبلوماسية وحقوق الإنسان بعدين لما مثلا كان يسافر المدير أو يكون فيه إجازة دائما يكون فيه مدير بالنيابة من الإدارات الأخرى المهم المدير الإدارة الأخرى فقط يستلمن عندي أنا مع أنه فيه أقدم مني بالإدارة لكن كانوا يعني سواء المدير أو كذا يعحدون العمل لي والمسؤولية بما فيها ترشيح الموظفين في حالة غياب المدير المؤتمرات خارجية أو اجتماعات فكنت الملف هذا يروح للمدير بالينابل المدير اللينابل فقط أنه يوقع يوقع اتصالات المجلس الوزراء الله يرحبه أستاذ عبد العزيز حسين اتصالات بحض الوزراء في وزراء الدولة كان مباشرة هذا أعطاني دفع أكثر للبحث وتجربة تجربة كانت جدا ومسؤولية أنها تكون في آخر مرة الأساس من يكون مدير بالنيابة اللي در القانونية هذا اللي أذكر فيه المرحوم فيه سلب طوة قال حق الشيخ صباح قال كوثر الجوعان هي اللي كانت تكون فيه كل الدور ليش ما يكون ايهي هذا فعلا صدر القرار صدر القرار كان الاعتراض من زملائي في الإدارة القانونية عفية ليش؟ لأنه أساس أنا ما كنت جبلوماسية في ذاك الوقت ايه كانوا معنشيين الوزارة ايه يعني ما يبون ايه يعطون الصفات جبلوماسية ما كان القانون ايه السلكين يمنع ايه كل ما قالوا هنا يتحججون ظروف اجتماعية طيب ظروف اجتماعية حنا نروح مؤتمرات طيب احنا بالداخل قدروا هاي الظروف الاجتماعية مقابل عملنا بس صح بس ما كانوا شوية نحيسين في ذاك الوقت حتى لما كنت أراجع اتفاقيات حقوق الإنسان وأشتغل عليها وأجتمع مع الشؤون مع الفتوى والتشريع وصيق مذكرات الكويت يعني احس في داخلي اني انا مظلومة لكن لابد احس اشوي الشغلة دي ايه هذا حسيت بعدين يعني لا يمكن ان الواحد وهو يتكلم عن العدالة عن المساواة ايضا اساس العطاء ان يكون انك تستمر في مثل هذا الوضع يعني مو معقولة شباب بعدي يجون يتخرجون وتقديرهم عادي عرفت فهم يكونون احلى لا لا بعدين في نفس الوقت أنا اللي أصلح مذكراتهم يعني تحملت مثل ما يقولون اه كثير ف قدمت ايه قررت يتقول ايه يعني اذكر الكتاب موجود عندي ان مضى على وظيفتي شرب الشاي والقهوة كذا سنة طبعا تحارفك اكثر اليو عن طريقات كتاباته اه طبعا هو مفشد الشاي والقهوة بس بعض طيب ذاك الوقت ما كنت اشرف شاي وقهوة اه بس اول مكتب يقع على شارع رئيسي يعني الخلوفي عالي اه بطريقة الكتاب فيعني ابي بس خلاص انه طابة النفس طابة النفس لانه لا يمكن انك يعني تستمر في العطاء وفي ظلم تحس انه في ظلم وهو في تقدير الادبي الادبي المتمثل اني احضر اجتماعات اني اروح مؤتمرات يعني يعني يابو انك صورة جيدة مثل الكويت ونمثلها احسن تمثيل يعني في اجتماعات كنت ارأس وفد الكويت الى اجتماعات اللجنة القانونية الدائمة كنت عضو في لجنة تعديل المثاق في اتفاقيات جن يعني اذا شنو ناقصنا يعني مو احنا احنا طلبنا ان نطلع بره بس ما تقولوا ما يصير طيب احنا راضين انك عالداخل بس عطونا الصفة الدبلوماسية لا عقب التحرير طبعا اه توقحت يكون العقل اكثر انفتاح الفكر اكثر انفتاح اقب ايضا دور المرأة واسرها ومغاومتها وصارت شهيدة قلت يمكن لعله وعسى يعني انه يكون ف يعني رحت داومت فسألتهم في وضع ولا نفسه قالوا لا ما نقدار تدري الاعذار كانت اعذار واهية فايضا طلبت انا احلت نفسي اتقعت انا احلت هو ما يجوز قانونا ايه انه هي للشخص وهذه حين يسمعونا اهمة ويسمعونا الخدمة البدنية يعني من اكبر الاخطاء لأهمة بس لاني انا مليت ايه عرف شلون حتى اذكر رحت حق الشيخ لاني حاب الشغل ما احب اقعد في البيت ايه سيدي وحاب العمل القانون اللي طابع السياسي يعني عرف شلون وهذه الخبرة فاذكر طلبت مقابلة الشيخ يامر فقلت لي يعني يعني انا حتى الدينار اللي ااخذه مو حلال اذا ما ادي الواجب وانا وصلت لمرحلة يعني مضايقة ايه يعني فاذكر يمكن الحين الشيخ صباح الله يطول بأمره يسمع في يوم الثاني اتصل فيني الشيخ صباح بنفسي حتى ما كنت احرف اول بعدين تذكرت انه هو صوته قال لي كوثرت علي لي بكرة في المكتب فحتى قال لي ليش رحتي حق الشيخ جابر ليش ما يتيني مباشرة تسأل عن نشاط الاجتماعي لان ما باقي باندي لدقيقة فبها الدقيقة الان كوثرت علي لا تزال في نشاطها الاجتماعي ولا قررت ان لا تكتب في تويتر ولا تكتب في وترح ده الوسائل لا الى الان النشاط النشاطي الاجتماعي ما اعتقد اني اقدر يعني بدون نشاط تعودت على الحركة تعودت على التفكير تعودت ايضا على العطاء انه يكونوا استمر فالحمد لله مع مجامع طيبة من الجنسين نشتغل والحمد لله واسسنا معحد المرأة للتنمية والسلام اللي يهتم بالمجتمع بصورة عامة وليس بالمرأة لا المرأة هي ترمز الى افراد المجتمع الرجل والطفل والشاب والمرأة تكون فنشاطاتنا والحمد لله يعني الاجتماعية ما اتصور روحي من غير نشاط في نفس الوقت اعطي ايضا لبيتي الاهتمام صح ايه يعني ما اكو اخلي شيء يضغى على الشيء يضغى على الشيء يضغى على الشيء او يأثر عليه نعم انا سؤت في هاللقاء وحقيقة صح قلبنا الحلقة الاخيرة رحنا في مكان ثاني بس عارة كنت بسمع يعني متمتع شاكر لتش الحضور ختم وقتك واتمنى ان شاء الله لتش الصحة والسعادة وكل عام وانتي بخير العاد عليك وانتي واسرتك الكريمة بخير وصحة وعافية ان شاء الله مشكور لوطن النهار يعني وطن النهار هذه الحقيقة يعني الصغير والكبير يتغنى فيها الحمد لله يعني انا سعيدة ان يكون من يحاورني الشاعر والأديب بدر بورسلي انا ما كنت محاور كنت مستمع جيد من تبنى هذا الموضوع نقول الزمن الجميل ان اثراءه والقيم اللي فيه انا اشكرك اشكر الفريق وتهاني برمضان لكم لفريق الراي ايضا ولي اخوتي واخواني اهل الكويت والامة العربية والاسلامية ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا اللي احب هذا ما لزم فما الله موسيقى 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 موسيقى